اللاعبين بكماني مكالين بيا بشواندس لعب الاهلي الجنوب افريقي تلقى عرضا رسميا من احد الاندية خارج مصر عبر خطاب رسمي وصل بشأن التعاقد مع اللاعب كابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة قال ان المفاوضات المالية والرؤية الفنية للفرنسي باترس كارتيرون المدير الفني هي ما ستحصل مصير اللاعب والرد النهائي بشأن العرض اللي تلقاه باكا نارجون باكا دار كمان امره يتحسم لان الحياة جات له فرصة ذهبية فهو فكر بطريقة مختلفة فكر الله هو انت افتكرتين عشان نزنقتلي طيب هي دي الفرصة اللي بتجي للناس الجمهورية كان لها برضو موضوع كبير 700 الف دولار للاستغناء عن اللاعب وخلافات الاهلي وباكا تدخل مرحلة العناد ده سياقا او جريا وراء السياق العام اللي موجود فيه الارقام ما طلعك كابتن محمد فضله حتى وضح مبارح كلام ده الارقام غير حقيقية الارقام الحقيقية موجودة داخل النادي الاهلي والموضوع مش عناد هو متصور انه يعني وضع معاين مش مريحه والاهلي مش بيعند معاه الاهلي خلاص انت مش مرتاح بس انت يعني فيه تكلفة فيه ارقام الدفعت فيك فيه ارقام انت حاصل الارقام الارقام دي تترجم اذا اقتربنا منها حيبقى ما فيش مشاكل بإذن الله والشروق قالت الاهلي بيرفض رحيل باكا مجانا وقالت المصر اليوم بيرفض رحيله مجانا يعني يعني هو حد طلب انه مجانا والمصر اليوم قالت الاهلي بيونهي ازمة تجديد عقد احمد فتحي والجوكر وقع لمسيمين وقالت احتواء ازمة باكا طيب على العموم هذا التناقض في الكلام معناه ايه ان الحقيقة عند الجاج الفني باترس كارتيرون المدير الفني للأهلي حصل على سيديهات للنجمة اللبنانية